موسيقى السلام عليكم لكن ما الذي يمكنني أن أفعله لو ظل ذلك الخوف ينبض في جسدي بدلا من القلب اليوم الحلقة عن رواية المحاكمة لكافكا سبق وأن تكلمت بحلقتين سابقتين عن الرواية كافكا تكلمت عن رواية المسخ ورواية القلعة اليوم رواية المحاكمة نحن نعرف جيد جدا أن كافكا صور الحياة وهي تسحق الإنسان وتفقد إيمانه وبالتالي يبقى يتراجع وتراجع هذا الإنسان حتى يفق العقله كما نعرف أن كافكا صد حالة التحول الموجودة في رواياته في هذه الرواية في المحكمة وكذلك في اللي قبلها المسخ اللي يدور حول قصة شخص يستيقظ في الصباح فيجد نفسه قد تحوله إلى حشرة كبيرة وهو يمكن اعتباره السمة الغالبة لفلسفة كافكا إذا صح التعبير لتعبيره عن الإنسان المسحوق من وجهة نظره بداية الرواية رواية المحاكمة يستيقظ جوزيف كاي اسمه بحرف واحد يرمز له كاي وهو رجل في الثلاثين من عمره يستيقظ فإذا باثنان من الرجال يأكلان طعامه ويبلغان أنه متهم بقضية ثم يحاولان ابتزازه بأخذ الأموال وإجباره على ارتداء ملابس معينة بعدين يتم أخذه إلى غرفة مجاورة للتحقيق في هذه القضية اللي يحقق معها المسؤول ناسية ما يعرف ما هي القضية المتهم بها جوزيف كاي لكنه أخبر جوزيف كاي بأنه يمكنه الذهاب لعمله مع ثلاثة من الرجال الموجودين لم ينتبه لهم جوزيف كاي عند دخولهم عندما نظر إليهم عرفه أن هؤلاء من موظفي البنك اللي هو يعمل به يعيش حالة قلق وجودي الموظف جوزيف كاي بطلنا بطل رواية المحاكمة مع ذلك يذهب إلى الشقة المجاورة التي تسكنها أمرأة اسمها فرولين وهي جارتها وحبيبها ابنها في الوقت فيقوم بزيارتها ويبث لها همومة ومخاوفة فتقول له لابد أنك قد فعلت شيئا لا تقولي هذا لم أفعل أي شيء فتخبر بأنه لابد أن أحدا ما يروي الأكاذب عنك ومع ذلك تقول له أتمنى أن لا تكون متهمة بالسياسة فيخبرها أنه لم يتكلم بالسياسة ولم يتكب أي تهمة لم يعرف ما هي تهمة والحقيقة راح نشوف أنه طيلة أحداث الرواية هذه الرواية جسدت لك كابوس طويل يهيمن على عالم الموظف جازيف كي ويبقى هذا الكابوس بداية عندما يستيقظ ويجد هؤلاء الرجلين اللي يخبروه أنه قد الاعتقال ما يعرف السبب ذلك وعلى هذا الأساس يبدي يساق إلى المحاكم يوم بعد يوم ما يعرف متى حين موعد المحكمة ولا أين هو مكان المحكمة في اليوم التالي يخبر أحد الرجلين اللي حقق معاه أنه نحن نبذل كل جهد جهد معقول حتى نبعدك عن التدخل غير ضروري بنمط حياتك الطبيعي فمثلا حتى لا تضطر لطلب إذن للغياب عن عملك قمنا بترتيبات ملائمة هنا للاستجوابات بحيث تبقى خارج ساعات العمل الطبيعي سيتم استجوابك خارج ساعات العمل فالقبض على جوزيف كي ما يعني أنه أصبح سجين وأصبح يعني داخل قضبان سجين لا أبدا هو أمر مختلف سيبقى سجين داخل حياته والنمط اللي يعيشه رح يبقى يعيش حياته عادي لكنه سيكون يعيش تحت ثقل قضية ما يعرف ما هي هذه القضية سيظل يذهب إلى عمله ويعود من عمله يباشر حياته المعتادة يحتك بالناس كل ما سيتغير أنه سيصبح متهم بقضية لا يعرف ما هي ومطب للمحكمة وهذا ما سيؤثر جذريا على كل شيء في حياته وهو اللي رح يؤدي إلى انشغاله عن عمله وبالتالي سيضع فداء في عمله مع العلم أنه عنده مركز مرموق في المصرف من أجل متابعة القضية هذه القضية وصلت التعليمات البطنة جوزيف كي بأن يحضر إلى المحكمة لكن هذه التعليمات لم يكن فيها وقت للحضور ولا مكان المحكمة ولا الغرفة التي ستزر فيها المحكمة فيستيقظ جوزيف كي في اليوم الموعود ويذهب للمحكمة ولا يدري توقيت المحكمة لكن مع ذلك هو يزود ببعض المعلومات عن مكان المحكمة فيذهب إلى العلمان الحقيقة أن الوموذ بالتعليمات التي وصلت لجوزيف كي راح يجب أن يتأخر بعض الوقت على الذهاب إلى المحكمة فيقوم بجولة طويلة باحثا عن مكان المكان الذي سيتم فيه محاكمته وبينها يجد هو إذا به مكان مبني في أفقر أحياء المدينة مليء بسكان فقراء يسألهم جوزيف كي يسأل الناس أين النجار كحيلة منه كي لا يلفت انتباه الناس يعني الموجودين لقضية الغريبة أخيرا يجيب أحد السكان بأنه النجار موجود في الطابق الأعلى فيسعد للمحكمة عندما يدخل إلى المحكمة يسأل القاضي مع الحضور والقضاء الآخرين يسأله كان عليك أن تصل هنا قبل ساعة وخمس دقائق هذا التأخير يجب أن لا يتكرر مرة أخرى وهنا رح نشوف جوزيف كي تقريبا يلقي خطبة عصماء بالدفاع عن نفسه يقول ما يحدث لي ليس بذيء أهمية لكنه يعتبر تمثيلا لما يحدث لأناس آخرين كذلك أيضا ولأجل أولئك الآخرين أتخذ موقفي الدفاعي وليس من أجل نفسي لقد اعتقلت وأنا بريء حاولوا أن يجعلونني أرشوهم حاولوا سرقة ملابسي وقمصاني وبقيت هادئا سألتهم ببساطة عن سبب القبض عليها وماذا كان ردهم لا شيء على الأطلاق هل من شك أن من يقف وراء اعتقالي منظمة كبيرة عاملة أو مؤسسة تحتوي على بطانة من المخابرات والضباط والشرطة وربما الجلادين أيضا ويحاول أن يترك هذه المحكمة لكن القاضي نبهي يقول أنك الليلة تخليت بنفسك عن كل المزايا التي يمنحها التحقيق لأي متهم في يوم آخر يذهب إلى عمله جوزيف كي في المصرف فيسمع صوت رجل يتعذب فيفتح الباب اللي موجوده في أحد ممرات المصرف فيفاجئ برؤية الرجلين العميلين اللي دخلوا عليه في البداية لغرفته وأخبروا أنه متهم في غرفة التخزين في المصرف اللي يعمل به ومعهم جلاد ويحمل صوت ويقوم بتعذيبهم فيسألهم ماذا تفعلون جوزيف كي فيجاب أحدهم نتعرض للجلد كله بسببك يا سيد فأنت غلطتك بأنك أخبرت السلطات اتهمتنا بالفساد وبأننا طلبنا رشوة فيخبرهم يقولوا ذكرت ذلك إلى المحقق وهيئة التحقيق القضائية يخبر أحدهم يقول لدي عائلة وعيلها ومن المعتاد أخذ ملابس السجين فما الفرق الذي يشكله أخذ بضعة قمصان لا شيء لا شيء على الأطلاق إلا أنك أصررت على اتهامنا فيجابه جوزيف كي يقول لها أنا ما كنت أقصد الموضوع أنه يتحول إلى شخصي بل كان دفاع عن المبدأ فيقول لها حتى لو اكتشفت السلطات إننا أخذنا رشوة فلن يكون شيء مهما لكنك أخطأت إلينا عندما قدمت اتهامك إننا سجلاتنا بيضاء المهم الجلات اللي يواقف يعذبهم يحمل الصوت ويقولهم أخلعوا ملابسكم فجوزيف كي يحاول أن يخرج بعض الأموال ويقول للجلات يعني أتوصل إليك أن أمكنك أن تسعى لبراءتهم من هذه التهمة هذه المرة سأكون ممتن فالجلات يعني يخبر يقول لها ما الذي تحاول أن تفعله يقول لها جوزيف كي لا شيء لا شيء فالجلات يقول هل ستعطيني رشوة وتشتكي علي هذه المرة فجوزيف كي يقول لها كلا كلا المسؤولية ليست عليهم المسؤولية تقع على الذين هم أعلى من عدهم في المنظمة برمتها فالجلات يقول لها أني ما أخذ رشوة وأحد العمياني يقول لها أرجوك أن تحاول تبريئة ساحتي زميل فرانك أكبر مني وأعصابه أقوى وقب من قبل فليضربه بدلا عني لاحظ العبثية في رواية المحاكمة في اليوم التالي وعندما يذهب إلى المصرف جوزيف كي يفاجئ بأنهم موجودين في نفس غرفة التخزين وكانت صدمة إلى بأنه كل شيء على حاله وحتى يخبره أنه أحد العميلين اللي يعذبون يخبره بأنه بضعنا لاصق على فاهنا حتى الصراخ ما تسمعها أنت ولا يسمعوا الموظفين بهالأثناء يذهب إلى وظيفته فيأتي عم جوزيف حتى يساعده لأنه سمع إشاعات أنه هناك قضية يعني قضية اتهام ضد ابن أخيه فيقول له يوجد هناك محامي فنذهب إليه هذا المحامي يذهبون إلى جوزيف كي مع عمه المحامي كان مريض طريح الفراش لا يستطيع أن يقوم وتعتني بهذه المحامي أمرأة اسمها ليني أحد بطلات الرواية ومن عرف لا هي ممرضة ولا هي خادمة ولا هي سكرتيرة يعني هي تقوم كل أعمال تعتني بهذا المحامي وتقدم له القضايا وتخدمه فيبدأ العمي خاطب المحامي وهو في السرير المحامي يقول له أنا القضية مؤلي وإنما القضية الأمر يتعلق بابن أخي جوزيف فالمحامي وهو مريض يقوم ويقول له آه جوزيف لم ألاحظ ذلك إذن جئت إلي لمناقشة هذه القضية هذا جيد لأن هذا الموضوع الأهمية قصوى فيسأل جوزيف كي هل تعرف عن قضيتي بالفعل فالمحامي يقول له أنه أنا سمعت على قضيتك من خلال الدوائر القانونية اللي أنتقل إليها فجميع أنواع القضايا يتم تداولها والنقاش بها لكن تعلق بزهني دائما القضايا المميزة وقضيتك أيضا مثيرة للإفتمام فجوزيف يقول له تقول أنك تنتقل بين هذه الدوائر هل يعني أنك مرتبط فعلا بالمحاكم فإجابة يقول له بمن أرتبط من الناس أنا محامي فأكيد مؤكد أنه راح أرتبط برجال من نفس مهنتي فيصاب جوزيف بالضجر من هذا المحامي وتسحب الممرضة ليني إلى مكان آخر في الغرفة وتحاول أن تعبث معها يحاول أن يمالس الجنس معها والحقيقة أنه بعد أن يخرج مع هذه الممرضة أو السكرتيرا أو الخادمة يصاب عما بخيبة أمل فيخبره أنه يجب أن تتحمل مسؤوليتك وأنه ليس من الصحيح أن تعبث مع موظفة أو السكرتيرا في الوقت الذي قلق من أجل قضيتك وراح نشوف أنه خلال فترة طويلة المحامي لا يقدم شيء فالمحامي مما يضطر أنه جوزيف يتخذ قرار أنه يترك هذا المحامي وأنه يقوم بمتابعة هذه القضية بنفسه فيذهب إلى مكتب المحامي حتى يعلم القراره أنه يتخلى عن أي مساعدة إله وهناك راح يتقي بشخص أيضا مظلوم يشبهه اللي هو اسمه بلوك هذا تاجر اسمه بلوك فيعود جوزيف كي للمحامي حتى يتخلى عن القضية يخبر المحامي عن سبب علاقته بليني فيقول له هاي السكرتيارة ليني إنها تجد كل الرجال المتهمين جذابين يعني لي لمحلة أو لي لمحلة يقول له بصورة مباشرة أنه أنت نسان متهم فيقول له هاي تجد كل الرجال المتهمين جذابين إنه نوع من الصفة المميزة الخاصة بها فهي تتبرج لكل تتبرج لهم جميعا وتعبهم جميعا وعندها أن الرجال المتهمين جذابون ليس الأمر أن المتهم يعني يأتي تغيير فوري في مظهره كرجل لا لكن إذا كنت تمتلك أدنى أثر من البصيرة أو عين ثاقبة بهذه الأمور يمكنك استياد الرجل المتهم من بين أكبر العشود هو شيء يظهر عليهم شيء جذاب لا يمكن أن يكون شعورا بالذنب لأنه مؤكد أنه كلكم المتهمين مستحيل أن تكونوا جميعاكم متهمين فبعضكم طبعا جذاب أكثر من الآخر لكن جميعاكم جذابين حتى ذلك الرجل البائس بلوك والحقيقة أنه يغضب المحامي عندما يعرف قرار جوزيفكي بأنه يريد أن يبعد عن القضية وأنه لم يعد بحاجة إلى محامي فلي خبرة المحامي أو مو يخبرة يريد يشوفه أنه كيف هو هذا المحامي يعامل جوزيفكي معاملة حسنة كيف؟ يؤمر بإحضار بلوك ويقوم بإذلاله فيقوم هذا المسكين بلوك بالركوع على الأرض يشتر على أقدامه يقبل يد هذا المحامي متوسن إلىه يرجو أن يخبرة عن أسرار قضيته يصرخ المحامي أجلبوه فورا أجلبوه للداخل يجب أن أعلمك يا جوزيفكي كيف يتم معاملة المتهمين للآخرين أجلبو بلوك أجلبي لي بلوك يعليني فالتذهب لها تقول لا يريد المحامي رأيتك ينظر إلى المحامي هل هذا بلوك؟ هو يعرفه لكن يريد يزله ويقول نعم يا سيدي أنا بلوك ماذا تريد؟ لقد أرسلت بطالبك أليس كذلك؟ فيجاوبه أتيت بالوقت المناسب يا سيدي يقول لا أتيت بالوقت الخاطئ يقول يا سيدي لقد جئت فور أن سمعت بذلك فيجاوبه يقول هل تريدون أن أتعد؟ أنت هنا رأسك كذلك؟ فيجاوبه يقول حاضر يا سيدي ما الذي تطلبه؟ يقول لا سأشرح لك قضيتك رأيت بالأمس صديقي القاضي الثالث وتمكنت من تدبير مناقشة حول قضيتك هناك العديد من الآراء المتبعين يجب أن أعلمك بأن هناك التباس غير قابل للفهم والحقيقة أنه جوزيف يشمئز من هذا الوضع فيخاطب بلوك اللي يقبل بكل ذلة أيدي المحامي يقول له لا تعلم أنه يحاول إذ ذلك عتيت باحي بسلطة طبعاً يشمئز جوزيف كي من اللي يحدث ويترك المحامي ويخرج منه والحقيقة أنه قبل ما تعدد كل هذه الأمور هو يلتقي ببلوك قبل ما يحدث هذا الإذلال لهذا التعجر بلوك التعجر بلوك يشرح لجوزيف كي وجهة نظرة تفاصيل قضيته ويبين إلى أنه عميل مظلوم عميل لهذا المحامي وأيضاً مظلوم فقضيته يخبر أنه مرت على قضيته خمس سنوات وأنه تحول خلال هذه السنوات الخمسة من تاجر برجر الأعمال ناجح إلى مفلس تقريباً واستغل استغلال كامل من قبل المحامي وهذه الممرضة للي أضافة إلى أنه تورط بقامة علاقة جنسية معها حتى أنه تم تخصيص غرفة بائسة جداً لهذا التعجر بلوك يتم النظر ومراقبته من قبل هذه الممرضة للي فبلوك التعجر بلوك وبطنة جوزيف كي هم كلاهم شغلوا مظلومين ومشغلوا بقضاياهم لا يوجد عندهم هدف غير قضاياهم فهي خبر بلوه يقول له بعد أن كنت أستعين بعدد كبير من الكتبة في عملي لم يبقي لي إلا عمل واحد فهذا سحب الأموال السبب في دهور العمل ليس سحب الأموال واحدة ولكن تشتيت نشاطي هو الذي أدى إلى ذلك فلو إن الإنسان ركز نشاطه في دفع قضية قضية ما إلى الأمام فلن تبقى عنده القدرة على فعل أي شيء آخر والحقيقة هنا كافكا يريد يتحدث عن موضوع اليقظة فاليقظة الوجودية للضمير الإنساني تأدي إلى ارتباك في أنشطة حياة الإنسان الواعي والمتيقظ على اعتبار هي نتيجة لتفرغ لمجهود ذهني واحد هذا المجهود الذهني الواحد سيستهلك هذا الإنسان في متابعة تلك القضية والحقيقة أن جوزيف كي غرق في نفس المشاكل بسبب متابعة لقضيته فأصبح مهم لعمله في المصرف بسبب متابعة لهذه القضية ولو أنه لم يخسر شيء ولم يتحطم بالنهاية كما تحطم الآن بلوك لكن هذا الاختلاف بين المتهمين هو اختلاف جزئي يدل على شخصية كل منهم والواقع أن هذا التاجر بلوك كان واحد من متهمين كثر موجودين في الرواية وفي المحكمة وعملاء لهذا المحامي وكلهم يصفهم المحامي بأنهم جذابين وأي متهم هو بالضرورة الجذاب والعقاب المسلط عليهم يجعلهم أكثر جاذبية ولا بد أن يكون مجرد الاتهام هو الذي يضيف إليهم جاذبية وبالتالي جميع المتهمين لم يحصلوا على أي شيء والحقيقة أن جاذبية جوزيف كي بطنة إذا كانت موجودة فتكمن في قوة شخصيته في إصرارة على الوصول بهذه القضية إلى نهايتها بنفسه بما تبقى إلى من أمل بقدرة الإنسانية مهما كانت محدوديتها على إنجاز المهمة والوصول بالسلام من أجل أن يثبت براته من أجل أن يبقى متمرداً ومسيطر وغير خانع وغير خاضع لمحكمة يجد أنه نفسه بريء في هذه القضية يجب أن يبحث ويعمل من أجل إخلاء سبيل النهائي والحقيقة أن هذه الممرضة ليني أو السكرتيارة تعطي نصيحة جداً واقعية الجوزيف كي فتقول له لا تكن صلباً جداً في المستقبل فليس في مقدورك الصمود أمام المحكمة يجب عليك أن تعترف بجرمك في أول فرصة تتاح لك وحتى لو فعل ذلك ليس هناك أمل في الإفلات ليس هناك أمل في الإفلات من مخالبهم على الإطلاق فإنك أيضاً في حاجة إلى مساعدة من الخارج لكنك لا تشتغل يجب عليك أن لا تشتغل كثيراً بهذه المسألة لأنني أنا سوف أتدبر هذا الأمر والحقيقة جوزيف كي ما يستجاب إلها ولا يعترف بجرمة اللي هو ما يعرف الحذر أن ما هو جرمة بالعكس من عدة بلوك والمتهمين الآخرين بأكملهم اعترفوا بجرم لم يرتكبوا بينما اللي يعجب بجوزيف كي أنه مصر على أنه بريء ويقول أنه على المحكمة أن تعرف لأول مرة في تاريخها متهم يدافع عن حقوقها حتى النهاية والحقيقة أنه كافكا يتحدث عن القانون يعني اللي يريد أن يقولها كافكا أن القانون ليس سوى آلة للأسكياء يتم تطبيقها على الأغذية القانون ليس سوى مجموعة من القواعد والسلوك اللي تضعها القوى المسيطرة اللي يسموها القوى الخلاقة يعني على سبيل المثال في العراق زمن القوميين أو البعثيين كانت القوانين تصدر من هاي الجهة ليس للمواطن أي رأي فيها وهي مسلطة علي وعندما أتوا بعدهم الإسلامويين أيضا صدر قوانين إسلامية دينية وليس للمواطن العراقي أي علاقة بها في مصر كذلك في عهد العسكر كانت قوانين تصدر من فوق والشعب المصري لا حول إلا ولا قوى عندما حصلت انتخابات ديمقراطية وفازوا إخوان المسلمين أيضا حاولوا إصدار قوانين إسلامية وأيضا المواطن لا له أي رأي في هذه القوانين فالليريد يقوله كافكة هنا أن القانون هو سلطة بيده الأقوية على ضعفة هذا الأمر ما يتحلق بالدولة العميقة بقدر ما يتحلق بالإطار الفلسفة العام اللي تتابع الدولة حتى يحقق وجهات نظر مجموعة من الأفراد فقط فهذا النظام الحقيقة هو يفقد سلطة بالهدف وبالحقيقة اللي يجب أن يدافع من أجلها أصبح هذا التنظيم وهذه القوانين تساهم في ضياع الحقيقة بدل من وصول إليها وقد كان على جوزيف كي لهذه الأسباب أن يعلن تمرده يعلن تمرده اللي ما راح نشوف في نهاية الرواية اللي راح يوصله للموت ورفضه لأن يتكيف مع الأمر شخصية أخرى يلتقي بها جوزيف كي اللي هو الرسام هذا الرسام اللي اسمه تيتوريلي أحد العملاء المجرم المصرفين صح بأن يستشير أحد الرسامين للمحكمة اللي يرسم القضاءات فيقول له هذا الشخص اسمه تيتوريلي اللي هذا الرسام صحيح ليس له تأثير ملموس بالمحكمة لكنه على علاقة مع هؤلاء القضاءات فيمكن أن يساعدك فيذهب له وهنا راح نرى عظمة كافكا في موقفه من الفن وفيما بعد سيلتقي جوزيف كي بالكاهن راح نرى موقف كافكا من الفن والدين بالحقيقة أنه كافكا راح يرسم ملامح موقف الفن والدين من هاي المحاكمة من قضية الوجود الإنساني قضية الوجود الإنساني اللي يلخصها جوزيف كي أو يلخصها كافكا عن طريق لقاء جوزيف كي بالرسام وفيما بعد بالكاهن فيتركز موقف الفن في النظر إلى هذه القضية من ناحية البراءة الإنسانية السؤال الوحيد اللي يوجهه الرسام جوزيف كي هل حقا أنت بريء؟ فيشعر جوزيف كي بارتياح شديد بعد أن يجاوبه رغم أن البراءة ما تعني أي شيء لدى المحكمة هاي المحكمة اللي ما أن توجه تهمة إلى شخص ما حتى يصبح هذا مجرم تماما يعني المحكمة توجه تلمضي الشخص تقتنع تماما بجرمة لا توجه الاتهام جزافا هذا الاقتنع لا يتغير مطلقا وهذا اللي أقده جوزيف كي للرسام فيقول براعتي لا تجعل الأمر سهلا على الإطلاق فعلي أن أحارب العديد من العقبات الخبيثة أمام هذه المحكمة أو من جانب هذه المحكمة وفي النهاية بسبب ذلك ستتراكم علي تهم عديدة لقبة اللي بها والحقيقة هنا رح ينطق جوزيف كي بمأساة البراءة الإنسانية بعالمنا اللي ما تلبس أن تتعرض لشتى أنواع الصنوك من القهر والخبث والمكر والحيل واللي تكون عاقبتها عادة هي الاتهام لكن الرسام تي تورلي يأكد له أنت بريق قبل كل شيء وهذا هو أهم في الأمر والحقيقة الرسام أو خلنا نقول جوزيف كي يعتقد أنه ممكن هذا الرسام يكفي أن يزدي له نصيحة حتى يعرف إلى أن يتجه والحقيقة أنه في المكان اللي يذهب إلى جوزيف كي عند هذا الرسام توجد مجموعة من الفتيات راقباً للموقف عن بعد فالرسام يخبر هؤلاء الفتيات صغار خمس سنوات عشر سنوات تابعات للمحكمة كل شيء تابع للمحكمة كل الأشخاص تابع للمحكمة فيسأل الرسام يسأل جوزيف كي أنا نسيت أن أسألك أي نوع من التبرئة تريد؟ هناك تبرئة ظاهرية وهناك تبرئة نهائية والحقيقة أن التبرئة النهائية هي الأفضل لكني لا أستطيع التأثير لنيل هذا النوع من التبرئة ولا أحد يستطيع لم أسمع بحياتي أن هناك إنسان حاس على تبرئة نهائية أما التبرئة الظاهرية فهي عبارة عن تأجيلات غير محدودة ففيما يخص التبرئة الظاهرية ممكن أن أكتب أنك بريء وأضمن بنفسي هذه البراءة أكتب بثيقة ببراءتك وأعطيها ممكن للقضاءات اللي يجون أرسمهم هنا وأضمن بنفسي هذه البراءة الظاهرية فيسأل جوزيف كي طيب إذا صدر حكم براءة ظاهرية هل سأصبح حر؟ فيجابة الرسام ستصبح حر ظاهريا حر ظاهريا فقط ويتكلم له بطبيعة الحال كل القضاءات اللي يعرفهم هم من المرتمة الدنيا ليست تديهم السلطة اللي تحتفظ بها المحكمة العليا هؤلاء القضاءات الموجودين بالمحكمة العليا لم يصل أحد إليهم لا أنا ولا أنت ولا نحن جميعا لا أحد يستطيع أن يصل إليهم أما عن أوجه الاحتمالات هناك فلا نعلم تحديدا ولا نريد حتى أن نعلم فيسأل جوزيف يقول له لم أفهم فيجابة الرسام يقول له كل ما بوسعهم أن يفعلوا لك يعني إذا اختارت التبرئة الظاهرية أو أن يخلصوك من ثقن التغمة فقط يرفعوها عن كاهلك لبعض الوقت لكنها ستظل تحوم فوقك فالتبرئة النهائية اللي يستحيل أن نحصل عليها واللي ما موجودة التبرئة نهائية تبطل جميع وثائق القضية لكن التبرئة الظاهرية يظل كامل ملفك داير بالمحاكم يرفع المحاكم العليا وينزل المحاكمة الدنيا يرفع مجددا وينزل الدنيا هاي التقلبات والارتحالات لا يمكنك أن تعرف تفاصيلها بالضبط فيسأل جوزيف كي يقول له يعني لا فائدة من المحاولة يعني على ما يعتقد يقول له لا أمل أبدا فعرفت أحد الأشخاص كان متهم تم الإفراج عنه ببراءة ظاهرية عاد إلى بيته بمجرد عاد إلى بيته وجد الشرطة بانتظاره ألقى القبض عليه مرة أخرى لكن نظريا من الممكن الحصول على تبرئة ظاهرية ثانية والتبرئة الثانية ليست نهائية أيضا ممكن يتبعها تلقائيا إلقاء قبض ثالث والتبرئة الثالثة أيضا ليست نهائيا ممكن يلحقها إلقاء قبض رابع وهكذا أدو إليك فيسأل هل تظن أن التأجيل سيناصبك بشكل أفضل؟ جوزيف يعني يشعر الدول يقول له ما أعرف فالرسام يقول لك لا يمكن النظر بقضية إلى الأبد تم اتخاذ الإجراءات بها وجمعة الأسئلة والاستجوابات والملاحظات والمزيد من الاستجوابات والدلال والحقيقة هنا سنعرف بأن كافكي يتحدث عن الفن والقضية فجوزيف كي لا يوجد عند الرسام أي حل المعظلته بهذه المحكمة حال حال محامي لأن الرسام نفسي كان متورط منذ ولادته مع هذه المحكمة عن طريق رسم القضاة المهلة التي توارثها عن أبيه تيتوريلي صحيح لم يكن موظف رسمي في هذه المحكمة لكنه كان على علاقة بهم فهذا شيء أشبه بالمهنة علاقة بهذه المحكمة والحقيقة أنه الفن نادرا ما لا يتورط عبر حاجات ممثلي بالارتباط بنظام القهار بالسلطة الاستبدادية بالدكتاتورية اللي هي المحكمة وبالتالي راح يتخلى هذا الفن عن القضايا حتى يتفرغ لرسم القضاة والحقيقة من المفروض أنه على الفن على الدين الفن بالتحديد أن يحمي القضية يحمي القضية أي قضية إنسانية ويحمي القضية في نفس الوقت الفن يدعو للحرية يدعو لحقوق الإنسان يدعو للعدالة للمساواة لكن للأسف يشديد أنه الفن في الغالب وخصوصا في مجتمعاتنا يكون منبطح أمام سلطة الحاكم مثلا شاعر عظيم وكبير مثل نزار قباني شاعر الحرية وقصائد الظل الاستبداد والدكتاتورية والطغيان كثير جدا يعني يصف أحد الدكتاتوريين اللي هو جمال عبد النصب بأنه آخر الأنبياء أو يصفه بالهرم الرابع منطلبين عظماء مطبلاتية للسلطة لا أكثر ولا أقل شاعر عبد الرزاق عبد الواحد منبطح أمام صدام حسين فالفن بهالحالة ترك القضية وركع تحتها أعدام القضية أما آخر الأماكن أو الأشخاص اللي يلتقي بيهم جوزيف كي فهو الكاهن يذهب إلى الكنيسة لأنه هناك عميل إيطالي عنده ارتباط بالمصرف فيتم تحديد اللقاء بالكنيسة يتحدث جوزيف كي مع العميل ومديره ويتم تحديد اللقاء بهالكنيسة يصل جوزيف كي إلى هاي الكنيسة ولكاهن ينادي عليه يحاول عدم الاتفاة لكن الكاهن بدأ يقترب من عنده يسأل الكاهن عن القضية فيتفاجأ جوزيف كي بأن الكاهن أيضا يعرف القضية بالتفصيل ثم يتحدثون عن القضية فيتحدث مع الكاهن ويتجولون في الكنيسة برغم أنه الجول بارد شديد البرودة مليئ بالأمطار ومظلم حتى أنه جوزيف كي لا يكذر شيء وحتى أنه الكاهن اللي كان ملتصق بجوزيف كي حتى لا يظل الطريق وهنا يبدأ حوار جدا لطيف بيناتهم فالكاهن يسأل يقول هل تنتهم يخبر جوزيف كي يقول هذا ما أخبروني بي فيقول له الكاهن قضيتك تسير على نحو سيء فيقول له جوزيف كي لحد لأن لم أقدم عليظتي بعد فالكاهن يقول له على اعتبار أن ذنبك تم ثباته فيقول له جوزيف كي لكني لست بمذنب وبهذا الأمر كيف لأي رجل يوصف بأنه مذنب أننا جميعا رجال هنا ببساطة أحدنا على قدر المساواة بالآخر فالكاهن يقول له هذا كلامك كلام شخص مذنب فماذا تقتلح أن نفعل الآن فيجابة جوزيف يقول الحصول على مزيد من المساعدة أحتاج مساعدة فالكاهن يقول له تريد مساعدة فيقول له يا خبرة جوزيف كي نعم أحتاج إلى مساعدة فتوجد عديد من الاعتمارات التي لم ندرسها بعد يقول له الكاهن أريد أن أقص لك حكاية هذه الأكاية كالتالي ويستمع إلى جوزيف يقول له كان هناك محارس يقف أمام القانون يأتي رجل من الريف ويلتمس الدخول إلى القانون لكن الحارس لا يستطيع أن يسمح له بدخوله هل يمكنه أن يتمنى الدخول في وقت لاحق يسأل الحارس هذا ممكن يجاوب الحارس يحاول الرجل أن ينظر بمشقة من خلال المدخل فعلموه أن الدخول إلى القانون يجب أن يكون مسموح لكل إنسان فيجاوب الحارس يقول له لا تحاول الدخول دون أذني إنني قوي جدا إلا إنني الأدنى قوة من جميع الحراص ومن قاع إلى قاع ومن باب إلى باب كل حارس يكون أقوى من سلفه إجلس الرجل بإذن الحارس بالقرب من جانب الباب وظل هناك ينتظر لسنين وسنين ظل ينتظر وأخذ يهب كل شيء من منتلكاته على عمل رشوة الحارس الذي لا يكل من القول له أنا أخذ ما تعطيني إياه فقط حتى لا تشعر أنك فوته شيئا يعني حتى لا أنت تقول لو أني أعطيت رشوة للحارس لربما تحسنت الأمور أنا فقط من هذا الباب أخذ رشوة وبعد أنظر لي راقبة سنوات طويلة تعرف الرجل حتى على البراغيث اللي موجودة في فرو ياقة الحارس وبعد أن أصيب بشيخوخة أخذ يتوسل حتى البراغيث حتى يقنعون الحارس بأن يسمح لها بالدخول يضعف بصرة لكنه يستبين في الظلام بريق يشع من باب القانون والآن وقبل أن يموت تتركز كل خبراته في سؤال واحد سؤال واحد لم يطرحه من قبل قط يشير إلى الحارس فيقول يقول له الحارس أنك لا تشبع ما الأمر الآن؟ فيقول للرجل أن الجميع يسعون إلى القانون فكيف إذن خلال كل هذه السنين أنه لا أحد غيري جاء إلى هنا طالبا للدخول فيصرخ به الحارس يقول له يصرخ فيه أذنه لماذا؟ لأنه حتى بسبب كبرى فقد السمع وأصيبت أذنه بالأضمحلال أصابه الأضمحلال كله فيقول له لا يمكن لأحد غيرك الحصول على طلب الدخول ولا أحد غيرك يمكنه الدخول من هذا الباب فهو باب كان مخصصا لك فقط وسأذهب لأغلقه هذه القصة التي رويها الكاهن والتي هي تختصر مسيرة جوزيف كي منذ الوقت اللي دخلوا به العميلين الثلاثين اللي يخبروا أنه متهم قضية ولا حد نهايته فبالنسبة لجوزيف كي كان هذا الكاهن نوايا حسنة وفوق كل شكوك بل كان يظن أنه ممكن لهذا الكاهن أن يعطيه نصيحة ممكن تتحل القضيته ممكن تتحل القضية نهائيا ممكن أن تجعله يعيش بعيد عن نفوذ هذه المحكمة لكن الكاهن بدوره لا يملك أي حلول بالضبط مثل الفنان فكلاهما شبه موظف رسمي في هذه المحكمة بل أنه يخبر جوزيف كي بأنه كاهن السجن أيضا والحقيقة أنه من تأتي طبعا هي صعوبة هذه الرواية صعوبة ليست مثل رواية دستوفيسكي وتولستاي هوغو رواية جدا صعبة وبها عدة تفسيرات فتميز كافكي معمالها الأدبية بيأكملها وليست في هذه الرواية فقط بالمي إلى الرمزية والعبثية فرواياته بيأكملها وهذه المحكمة بتحديد عبارة عن نص مفتوح بإمكان أي شخص أني أولى بالطريقة اللي يراها لا توجد وجهة نظر متشابهة وجهة نظر مختلفة لأنه لا يمكن لقراءة نقدية واحدة أن يتم يعني تعطى لهذا العمل الفني الرائع فرواية المحكمة اللي يقراها من بداية إلى نهايتها مليئة بالعبثية بدءا من تسمية البطل بيكي حرف واحد اللي يدل على تجرد الإنسان من أي قيمة من كل شيء ويتحول إلى مجرد حرف أو مجرد رقم لا قيمة أيضا العبثية تتجلى بالتفاصيل الرواية اللي يعاني بها البطل خلال الصعوبات اللي يتواجه بحياته بيأكملها وظلم الطبقة البيروقراطية إلى وأيضا كيف استطعت هذه المنظومة أن يتحول هذا الرجل النزيه والناجح إلى مخادع يحاول أن يهرب من القانون القانون حول إلى رجل فاسد من أجل أن يثبت براته تحول إلى شخصية فاسدة ضرر المجتمع والحقيقة هناك مشاكل وجودية في رواية المحاكمة هذا هو مبدأ العبثية بالضبط بالفن الفن اللي يبين لك معاناة الإنسان بسبب مشاكل وجودية فيشعر أن المشكلة الأساسية هي أنه بيسبب وجوده على هذه الأرض وهناك مشكلة أخرى هي الانتظار هذا الانتظار اللي يصيب أو يعيشه البطل جوزيف كي جسد كافكا بهذه الرواية اللي يرمز إلى ما يعانيه الإنسان خلال حياتي بيأكملها من انتظار لأمور بلا جدوى أمور في الحياة فكان هذا المتهم كي ينتظر الحقيقة ينتظر المحكمة ينتظر براءته ينتظر شخص يساعده وتنتهي كل ذلك بالفشل وخيبة الأمل والصدمات المتكررة تسمت هذه الرواية العظيمة بالعبثية حتى آخر كلمة فيها عندما تنتهي الرواية بمقتل هذا البطل ويموت مثل كلب والحقيقة بعد مرور عام على أول دخول لهؤلاء العملاء الأثنين لجوزيف كي وإخباره بأنه متهم بالقضية لا يعرفون ما هي بعد عام في الذكرى السنوي يستيقظ كي ليجد نس الحارسين أمامه فيرتدي ملابسه ويرافقوه ويشعر أنها النهاية فيتأمل ويفكر في القضية ويعود بالأحداث ويشعر بمضي الوقت اللي فات إلى أن يصلوا به إلى خارج المدينة آخر شيء يرى وهو خارج مع هؤلاء الحارسين هو شبح فراولين جارته وحبيبته هاي المرأة الوحيدة اللي ينجد بإلها إنجذاب كبير طاغي نابع من أعماق وروحها إنجذاب لا يقدم إلى كافكي ولا جوزيف كي أي تفسير لأنه لا يحتاج إلى تفسير في الحياة ليست بحاجة إلى تفسير الحياة تعاش ولا تفسر وروحها أيضا بلس الوقت ما يقدم أي تفسير كافكي ما يقدم تفسير كافكي ينقل لك الواقع كما هو ولا يحاول أن يفسر أي شيء بقدر ما أنه يقدم كما هو موجود المرأة فرولين اللي رأي شبحها قبل في اللحظة اللي تم اقتيادها مقبل هؤلاء الحالسين هي الحلم هي المرأة الحلم هي المرأة اللي كان يعني يعتبرها إنسانة مختلفة تختلف عن كل النساء اللي يعرفهم قبلها جوزيف كي المرأة الوحيدة اللي كان بمقدورها أن تدخل إلى عالمه وأن نساعده المرأة اللي ما تمكن من لقائها بسبب انشغالها بهذه القضية المرأة السر اللي ما يستطع حتى السوء حظه أن يكشف علاقتها بالمحكمة حتى عن طريق رؤية شبحها في وهو يتم اقتياده إلى خارج المدينة انشغل جوزيف كي بقضيته بالمحكمة بتفاصيل حل أبغاز قضيته كل هذا نشغل حال بينه وبين فرولين وأن من أجل أن يتبع أثرها لأن هي بمجرد أن يعني أتوها أولاء الحراس وعرف أنه عندها قضية متهن بها هي تركت المكان اللي كانت تسكن بيه جنبه فما استطاع أن يتبع أثرها وبالتالي اختفت من حياتها نهائيا فمشه الظهور فراولين المفاجئ واختفاءه السريع أثناء الامساك بجوزيف كي لتنفيذ حكم الإعدام به هو يعبر به لربما كافكا عن خسارة العمر عن خسارة الفراولين عن خسارة لكل شيء في حياته بالنهاية يصلون به إلى كهف خارج المدينة فينزعونها ملابسه ويتم وضعها تحت رقبته يتم تمديده وضع رقبته على صخرة هؤلاء الحارسين يتم يخرجوا عدم السكين ويعطيها للآخر الذي بدوره ويمسكها ويعطيها للآخر في مشهد ممثل من الدرجة العاشرة وبالنهاية يمسك عدم السكين ويغنسها في قلب جوزيف كي الذي يموت مثل كلب بالنهاية كيف أصبحت الشخص الذي هو أنا هل أنا نفسي فعلا أم صنع مني الآخرون بالأحرى الشخص الذي هو أنا كافكا شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر